ماذا تلقى تلافق التنمزية التالية والإدارية دكتور عادي صباح الفول عليك صباح الأنوار الحمد لله على السلامة يا قدر سلام لأ حكمت عملت كافر هذا المفلاش بياني لا فلاش بياني لاガفور تمام الحمد لله دكتور عادي النارده قرر اختار موضوع أنا شايف من أهم الموضوع اللي ممكن نتناولها هذه الفترة زيادة الوعي في التعاون مع الأزمات إحنا عايزين نشوف الوعي أزاي نتعاون مع الأزمات صح كده دقائق؟ تمام بيبقى الموضوع بالراحة كده وانا لما معي أسئلة وانا لما معي أحاق خالص يالله أريد أن أقول لك على الله بقى هاي يعني تبقى درداشة كده يالله خلين بقى أعضل طيفة بيننا وقم بقى أنا قلت على الكربات أنا مش عايز جميل لأ ده إحنا النهاردة تقريباً شي بمتفقين متفقين أوه لأن الموضوع النهاردة إحنا الاتنين منطلقين لو أنت جبت المقدمة أنت قلتها في الأول في البرنامج بتاع النهاردة والله أنا هقوله دلوقتي هتلاقينا إحنا الاتنين رحين في اتجاه واحد حلو حلو جداً يبقى النهاردة مش مشاهدة بي أخذ بقى أحريد في الكلام جميل طيب هي الفكرة كلها أن أنا كنت منزل بوسط قبل كده قلت لا لنشر الضعر والإشعاعات ولا لنشر السخرية والإهمال ونعم لنشر الوعد الوقاية والحرص والتفاؤل لنجاة العالم حلو قوي بسم الله حلو قوي العبارة دي جميل يعني الفكرة كلها دلوقتي أن إحنا عندنا تلات أنواع من النشر اللي بيحصل فترة اللي إحنا فيها حالياً فأي أزمة عموماً بالمناسبة يعني مش كورونا بس كورونا زلزال إعصار تنين واتفر يعني هتلاقي الناس مقسومة تلات أنواع نوع بينشر زعر وإشعاعات طول الوقت قصد طلع زلزال جاي مش عارف هنعمل إيه ونجيب صور زومبي بقى ونقول خلاص هنشوفهم في الشوارع وتلاقي نوع من أنواع الزعر والإشعاعات اللي فعلاً بتهدم المعنويات يعني الناس دي بيبقى صفاتها إيه؟ أه لما تيجي تقسيمها من خلال بقى حاجة الشارع تنمية ذاتية وقدرية دول بيتقسيمها تحت أني جوم والله لو بتتكلم من ناحية سيكولوجية فيه منه الشخص النرجيسي لأنه هو بيدور على الانتشار لأنه طبعاً أكتر حاجة بتنتشر للأرأة السلبية يعني حراك قول مثلاً أي إشعاع كده هتلاقي البوست بتاعك ما شاء الله عمل يعني انتشار غير طبيعيا فهو شخص نرجيسي عايز شهرة مش أكتر فيه نوع تاني منه هو الشخصية البرانوية أو الشكاكة هو شخص أصلاً دايماً شكاك عنده شك عالي جداً ونسبة توتر وقالع عالي جداً طبعاً الشخصيات اللي ربنا يكون فعوله ومدول الوحيدين اللي عزورهم اللي هو أصلاً عنده مشكلة من قبل الأزمة دي هي مشكلة الوساس القهري هو بطبيعته أصلاً موزوس يعني فجايله أزمة كمان فده مش ناقص بصراحة طبعاً ده خليه بينه بالنفس طيب المفروض المفروض يبقى كده وده مش ناقص بصراحة نشر للزعر والإشعاعات يعني أنا وحضرتك ممكن نشوف البوست فنعمل اسكيب نعديه يعني يعني بش مشكلة إنما ده هيوقف قدام البوست وهيضايق وخلاص هو حس إن ده هيعيش البوست خلي بالك يعيش جوه البوست وممكن تلقيه بعد البوست ده ممكن خلاص إن تلقيه يعني هيبقى في عالم آخر دلوقتي تمام؟ النوع التاني المضاد له هو نشر السخرية والإهمال اللي هو يعني إيه؟ يعني ما فيش حاجة ده فيلم عرفاضي ده مصرحية ده بروبوغاندا معمولة ده الموضوع مش ملوش له أصل من الصحة ونشره برضو مجموعة من الأخبار اللي تاخد الموضوع بزاوية سخرية وزاوية فيها إهمال وكأن ما فيش فيرس ده بيمتاز بإيه الشخصيات دي بقى؟ الشخصية دي أصلا ده شخص مستهتر تمام؟ هو أصلا بطبيعته عنده حلة من الاستهتار العام تمام؟ ده شخص أو قد بيكون أناني لأنه هو بينشر الحاجات دي وتشوف سلوكاته الشخصية فقه حرصه بس هو في الآخر أنا يعني يتمنى هلاك العالم يعني اللي هو كحب أتفرق كده والدنيا بتقول العالم على أساس إنه هو مش موجود في الدنيا بتقول العالم أو بر الموضوع بيبقى عقليته كده إن أنا أقدر أحافظ على نفسي بس ما عنديش مشكلة في البقية تمام ده بالنسبة للنوع ده النوع بقى اللي إحنا عايزينه هو النوع الوسطي اللي هو راجل بيتكلم في ثلاثة اتجاهات اتجاه الأولاني هو الوقاية والحرص وده ما شاء الله يعني دكتور محمد راشد والدكتور هاني فرج الاتنين ما شاء الله عليهم قالوا معلومات قيمة ومعلومات جميلة والسوشيال ميديا والإنترنت مليان معلومات للوقاية والحرص تمام وده مش موضوعي لأن أنا مش طبيب ولا اتجاه اتجاه علمي النوع الثاني هو نشر الوعي إن أنا يبقى فيه نوع من أنواع الوعي إن أنا أواحي الناس إزاي يتعامل مع الأزمة اللي موجودة تمام والنوع الثالث أو الحاجة الثالثة المطلوبة هي التفاؤل والأمل وده اللي هقفل بها الحلقة بتاعت النهار تمام نخش في الحتة بتاعت الوعي خلاص أكل وقاية الحرص حضراتكم أهل علمه اتكلمتوا فيه طيب الجزء بتاع الوعي الوعي مثلا على سبيل المثال إحنا كلنا بنقول إزاي نستخدم المطهرات وإزاي نتعامل طب ليه ما نقولش للناس نوعي الناس في التعامل مع المنتج يعني أنا دلوقتي لو كل واحد فينا أنا والله العظيم كواحد يعني أنا مفيش في بيتي تخزين إضافي غير الأكل اللي أنا متعاود أجيبه يعني هو أوكي أنا بتعاود أجيب حاجة معينة بجيبها ما روحتش مثلا قلت 2-3 كيلو جبنة ومش عارف 5-6 كاراتين بيد و200 إزازة زيت وإيه يا جماعة في إيه إيه اللي هيحصل ما هو اللي هيحصل في الآخر هيحصل نوع من أنواع الغلاء الفاحش بسبب الطلب الزائد والحاجات هتتريب بعد كده بمناسبة وفي الآخر أنت مضرور واللي حواليك مضرور ما أنت النهار ده قادر تجيبك كمية دي خلصت بعد شهر هل هتجيبها بنفس السعر؟ هتجيبها بأسعار متضعفة لأن طبعا السوق سعره بيتحرك بالعرض والطلب تمام دي حاجة نوعية بيه الحاجة التانية الاستغلال لبعض ضعاف النفوس من أصحاب السيدليات ومن أصحاب الشركات المستلزمات الطبية للأزمة الموجودة والسوبر ماركت في تعليق الأسعار يعني على فعل أنت بتتكلم في بيروس أو وباء لو انتشر هيطولك ويتول ابنك ويتول أهلك يعني أنا مش فاهم الجشع الغير طبيعي أو الغير مبرر في استغلال الأزمة المفروض أنت بتساعد الناس في الأزمة مش بتستغل الأزمة دي برضو مقطة من الوعي الحاجة التالتة أصحاب المشاريع فيه أصحاب مشاريع كتير هتدرره ولكن أنت كصاحب مشروع بقالك سنين بتكسب ليه تضر عامل أو موظف أو واحد مستني كل شهر يقبض ألف جنيه صح طفت معك مليون مين اتحمله يا أخي الشهرين التالتة الجيين دول صح المشكلة يعني ما هو بقاله سنين شغال فقال بالمكان وبيدخلك بروفت وإنكم وبتكسب ربح كويس فيش مشكلة خالص أن أنت تتحمله إنما في دي الوقت ناس بتسرح حمالة وفي ناس بتقلل في المرتبات وفي ناس بتماشي ناس موجودة لأن إحنا بالوقت هنخلص من الفيروس ندخل في صور جياعة وهندخل في أزمة كبيرة أجمع لا لا يعني مش هنوصل للمرحلة دي مش هنوصل للمرحلة فالفكرة كلها المفروض أن إحنا ننشر الوعي بأن إحنا نخذ بالنا من التصرفات الصغيرة اللي بنعملها ممكن تأزم الفكرة الحاجة التالتة بقى والأخيرة ودين أهم من كل الموضوع ده كله نقدامنا دقيقتي وتبقى القفلة بتاعتنا زي البداية بتاعتنا هي فكرة نشر التفاؤل والأمل النبي صلى الله عليه وسلم بقول إذا قيمت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة فليغرسها كنت بسأل نفسي دايما سؤال الفسيلة دي إيه ده نبتت نخلة النخلة تقود عشر سنين عشان تطلع هو أنا بزرع الفسيلة دي المين يعني مين اللي هيستفيد بيها الدنيا كلها بتضطرب ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك حتى لو الدنيا بتضطرب اعمل اللي عليك وقوم بدورك دي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة الخندق وتجمعت عليه الأحزاب وهم بيحفروا الخندق والمفروض إن هم مش قادرين يقوم الأحزاب وبيعملوا خندق بينهم وبين الجيش اللي جاي وكان بيكسر الحجارة يعني إحنا في حالة ضعف كان بيقول فتحة الروم فتحة فارس فتحة قيصر لو واحد من بتوع الزمان دول بتوع السوشيال ميديا هيقول له يا رسول الله يعني فتحة إيه ده إحنا في حالة ضعف ما تخليك واقعي لا الواقعية إن أنا أبص الأمل سيدنا يونس كان في بطن الحوت والحوت جوه البحر في عمق المحيط وكان بيدعي ربنا إن هو ينجيه سيدنا إبراهيم لما كان في النار كان بيدعو بإن ربنا ينجيه وكان في وسط النار وفي وسط الأزمة فمهما كنت في أزمة وبعدين تعال نبص على رقم أخير وأقفل به النهاردة فيه 240 ألف حالة مصابة فيه 84 ألف حالة في حالة تعافي أنت بتتكلم في نسبة تتخطى 30% ونسبة الإصابة لا تتخطى إلا 10 تلاف بس هما اللي توفوا يعني الأمل سيظل موجود وسيظل التفاقل موجود ولا بد أن نشعل أمل لنجاد العالم صباح الأمل صباح التفاقل وصباح الطاقة الإجابية أحلى ختام مش عايزيني الناس تخاف ومش عايزيني الناس تاخد الموضوع كده لايط يعني في الدماغ أنا في نهاية فقراتنا الثالثة أشكر أحب أشكر بالنابع عني وعنكم ضيفي وضيفكم الدكتور عادل الدكتور عادل المرزول تشاري التنمية الزاتية ولدكتور عادل أنا بشكرا جامل جدا وأنا يعني الحالة النهاردة دي بمناسبة أنا كنت قابل غير بعد أشوفكم الأسبوع الجاي قبل ساعة من دلوقتي واحدة حلقات بردامكم صحتك وسياء صحتك سرواهتك أشوف والكير